ورد بتسمع عالية وباسل بيتكلمه وبتشجاهه على ان هو يطلق فيه فيه قعدة معنا ده ومش عارفة تعمل ايه اختها ده بتقول لا خلص الموضوع انتهى وشكلي كمان موضوع انتقامك ده خلص ياريت تعيش حياتك وتنسي الناس دول لكن انا اتلاها لأ طبعا مش هعمل كده انا مشلتش قلبي ويجوزت بي باسل وهو اصلا صديقي بواصل علاقة اللي بيننا وكل ده علشان خاطر بس الموضوع ينتهي بالسهولة دي انا مش هخلي الموضوع ده ينتهي ابدا انا مش همشي واسيب القصر انا لازم اشوف ايه اللي هيحصل ورد قلت لأ انت قاعدة بتعمل ايه روحي شوفي شوفي عالية اللي قاعدة مسكة ودام باسل وبتقوله ان هو يطلقك وهن هو قصر ان هو يطلقك قلت لأ مش هطلقني قلت لأ طب قويس روحيله يمكن يرضى عنك راحت فيه على طول وقالت ان هي عايزة تتكلم مع باسل لكن رد باسل وقال انا مش عايزة تكلم معك انا خلاص هطلقك يا فاي طبعا يعني بدت صدم فاي بعد ما سمعت الكلام ده من باسل راحت وقالت له انا مخونتكش انا بحبك لسه ما تستغناش عني بالسهولة دي اختك بتلمح تلمح تلمحات مقرفة انا مفيش حاجة بيني وبين جواد صدقني فعلا وطبعا اه في الاخر برضو قال لها انت شرحتيني كل حاجة مبارح خوفك عليه مبارح سبتيني وطلعت تجري علشان تطميني عليه شرحت كل حاجة بعينيكي مش بكلامك انا خلاص مفيش بنا حاجة انا حطلقك طبعا صدمت مش عارفة تعمل ايه بعد كده عليا بتقول لها انت بسكينة اوي كنت فكرة انا لعبيتك دي هتكون مستمرة يعني قررت لها في انا اقولتلك ان انا حنتصر ومش هخسر ومش هتقدر انك تفرقين على فكرة قررت لها فعلا للاسف انا فعلا كممكن مفرقكوش لكن ضعفك وحبك لجواد هو اللي خلاكي تأذي نفسك وتخريب بيتك انت اللي ساعدت ساعتيني في التفرق اللي حاصرت بينكو قررت لها انا مش هخليكي ابدا تتهني ولا تدوقي المتعة دي وثبتها ومشيت عليا قعدة بتتكلم مع فاي وبقول لها لازم توقعي هنا ده خلاص ملكيش حقوق عندنا مجرد ما توقعي حيتم الطلاق وكمان مش هتقدر اي حاجة قررت لها لا طبعا مش هوقعك على اي حاجة طبعا قلت لها ليه كنت بتجاوزها عشان خطر فلوسه ولا ايه صعبا عليك انك تخرج من غير حاجة صح؟ عمتا يا حبيبتي انت دلوقتي لو موقعتيش كده كده اصلا مش هتاخدي مننا ولا مالين خدي بالك دلوقتي انا ممكن اني ارفع عليك دعوة زنا وانك خنتي جوزك وفي شهود طبعا وكنت موجودة مع عشيء الجوان والناس كلها هتشهد فاتوقعي احسن من الفضيحة فهي خافة وقعت على طول بعد كده عليها بتعمل اتصالتها بالمحم بتاعها علشان يخلص موضوع الطلق في اقرب وقت ممكن فهي طبعا بعد موضوع الطلق رجت على البيت ولاية الكل بتكلم معاها منهم ام طلال بتقولها عيب جدا انت واحدة من جوزة انت ازاي اصلا تروحي الجواز عشيء بموجودة هناك واردت لها انت مش بتفكر غير في نفسك وغير انانيتك كمان مضيت على انك خلاص مش هتاخدي ولا مالين يعني لا نافقة ولا تعبوضات ولا اي حاجة نطلع من الجوازة كده من غير اي حاجة تقدر قال ده انا كنت فرحان كنت فرحان جدا قلنا خلاص هتنقل على الاصر قريب وكمان حكون محاسب ولا حاجة في الشركة بتاعت عالية بجد تي حاجة مقرفة جدا يعني كنت خلاص بداتي تدعيدلي وفكرت في مصلحتك ايه اللي خلاكي تاني ترجعي تدوري على جواز باختصار الكل فضل يلومها وقالولها ان هي كمان ما تربيتش واما طلالها ازاقتها وانها مش هتاخد حاجة من كل الجوازة دي فكايت متضايقة بينها وبعد كده رفيب بتتكلم مع تامر وبتقول له ان خلاص فايح هتطلق هي وباسل وقالت له كمان ما يقولش حاجة للجواد وارد اول ما شافتها بتتكلم وسامعتها اخدت التليفون وقالت لها انت جاسوسة بتقنين الاخبارنا ليه خدت التليفون وقالت للتامر انت وعمك فايح مش هتطلق من باسل ودربت اختها وقالت لها انت جابانة انت خينة انت جاسوسة علينا بتنقيني الاخبار ليه جات فيها على الصوت ولما لقيت رفيب بالفعل عملت كده هزأتها قالت لها ازا قلت انا حتطلق ملكيش تحوى انت بدي خين نفسك ليه احترمي نفسك اكتر من كده وما تكونش خينة ليه وقعت ليه الاخبارنا تاني التامر فاهمه انا مش عايزة اي حد ديش مد فيها وهزأتها جامد علي خرجة تصهر مع جواد ومبسوطة جدا وبتقول ان هي جاية علشان خاطر تحتفل معاه بالو كتير جدا ما ظهروش مع بعض وان هي مبسوطة ان هم خرجوا قلت لها جاية علشان احتفل معاه كمان بطلق فيه وباسل قريب جدا على فكرة خلاص هيتطلقوا كان صدبة قوية للجواد قلت له صدمت ولا اكيد طبعا الموضوع خلاص دلوقتي الموضوع بتاع الطلق ده اكيد حيفرحك واكيد حيخليك تشوف حياتك بقى مع فيه ولا تكون خيينة ولا تنقل الاخبار هي صعبان عليها حالك جدا لانك تجاوزتي من واحد مش بتحبيه بجد هي بتحبك وخايفة عليك جدا ولكن انت برضو يا فيه خرجت من الموضوع من غير اي حاجة وكمان موضوع انت قامك ده مكملش انا كان ممكن اكمل يعني الموضوع ده معاك لكن خلاص شكل الموضوع انتهى قارت لانت بسمعتيش اللي تكلم عن ابويا ازاي ويه كمان علي اعتبر تموت ابويا انتصار انا مش هسكت ابدا وانا كمان مش هخلي الموضوع ده يحصل مهما كان التمان ندرت لها كفاية كده اعتبر لا لا مش كفاية انا مش هسكت ابدا ومش هخلي موضوع الطلق يحصل بس اللي بيفكر في موضوع الطلق واخته اللي كانت دايما بتقوله خلي عندك كرامة طلقها بينها بعد جدا عالية بتقول انها كلمة المحامي وحيرفعل قضية خلاص وكمان لها ناس يعني هيخلي الموضوع دايمش بسرعة اللي ايوه طبعا اكيد الناس دول اللي بتعرفيهم بيخلصوا اي حاجة قالت له ايه المفروض تفرع على فكرة المفروض خلاص فهي هتب بفضية دلوقتي عمبتك السابقة هتكون معاك قال لها يعني ايه انا مش فاهم عمتا مهما حصل خلاصي اتجاوزت باسل وانا مش فاهم ما عملت ليه كده بالظبط انا كل اللي يهمني طبعا جوازها او عدمه انا عارف ليه عملت كده قالت له انت مملي جدا على فكرة بعد كده بيجي واحد دكتور صديق لجواد بيسلم عليهم وبيقعد معهم كان بنسافر ورجع يعني شاكله كده مطلق وبقى كده بيبدأ انهم يعرفهم على بعض ويعني عالية طبعا متكون سمعت عنهم بيفضل يدردشهم مع بعض وحنا عرف حكاية الدكتور ده ايه ما عليها وارضي راح تقابل امالك في الفندوق كانت بيستنية في اللوبي تحت او في مكان يعني يعني يعود يشربوا حاجة لكن كلمة وقال لها ان هو مستني فوق في الفندوق قالت له وماتفقناش على كده قال لها ليه القوضة مريحة جدا وحنا خد راحتنا فيها قالت له تمام ماشي طلع لك وارضي كانت فاكرا ان هي حتتحك عليه زي ما دي حكت على تامر الرجل كان عايز منها طبعا تتفاهمين بس مش اكتر من كده بعد كده قالت له اذا انت قاد في قوضة عادية لما راحت له طبعا قال لها ايوه قالت لا ازاي ده انا كنت فاكرا بقى اني مالك فايات حيواط في سويت قال وانت اصلا تحلامي انك تدخلي قوضة زي دي قالت له اتبه لكلامك انت كده يعني بتغلط فيها على فكرة قال لها احنا راحتنا نعرفين كويس احنا عايزين ايه من بعض وطبعا اصده ان هو عايزها مقابل فلوس او حاجة قالت له طبعا ما انا فاهمه عشان كده طلعت لك بداخد من المشروب وبعد كده قالت له انت مش زي ابنك خالص ابنك علشان يوصل اللي هو عايزه كان ليه اسلوب معين حلو شوية هداية كده طلطيف يعني كان ليعرف ازاي ان هو يتعامل مع الستات عشان ياخد اللي هو عايزه لكن انت للأسف رمت في وشه العصير ونزلت على طول وثابته بعد ما هزقته علي قاعدة بتتكلم مع الدكتور ده وفضله يضحكوا وباكده بطول انا ما دحكتش بقالها كتير وقال لها انتدحك لايق عليكي جدا وفضله انه ما يتكلموا كده ودردشوا مع بعض وده لها الكرت بتاعه كمان هو طبيب نفسي هتحتاجه طبعا علشان خاطر موضوع باسي قال لها لو مش محتاجاني طبعا كلميني برضو نخرج مع بعض او كده قالت له تمام وبعد كده مشت عالية وبعد كده قاعدوا يتكلمهم اوجوات على موضوع حب العالية قال انه خلاص ما فيش حاجة بينه بن عالية دلوقتي انه حب واحدة لكن الاسف الموضوع ما كتملش قاعدوا يدردشوا هما الاثنين مع بعض وعرف اسم البنت في وكلام من ده في بقى عايزة تستهلك اخر حاجة موجودة معها في خلاص هتتطلق مش عارفة تعمل ايه راحت لبست عملت شعرها علشان تقدم نفسها الباسل طبعا احنا عارفين ان نتجوازهم على وراء فحبت ان هي تروح علشان خاطر يعني تغريه كده وتخليه ان هو يترجع على الطلاق لكنها كانت طبعا مأهورة ان هي حتامل حاجة زادية مش بتحبه لكن كانت دي النقطة الوحيدة اللي خلتها تستمر راحت وخبطت عليه وقالت له افتح انا بحبك طب افتح وشوفني لابسة ازاي نعني ايش حياتنا زوجية عادي جدا بيفتح الباب بس باسر بيقع على الارض لانه كان واخد حبوب اصلا وكان خلاص انتحر طبعا فيه اول ما بتشوفوا الحالة دي بتجري على طول و بتندهي الاسعاف و بيروح على طول على المستشفى و بيطلع من المستشفى كويسين و بعد كده بيجي الدكتور النفسي صديق جواد اللي احنا لسه متكلمين عنه من شوية طبعا علي اكلمته ويجيه علشان خاطر يتكلم شوية مع باسر ويعرف ليه انتحر فاي بتقول لها ما كنتش روحت الباسر في الوقت المناسب كان زمان ومايد دلوقتي علي ابسط لام من فوق اللي تحت وقرأت لها وانتي خلاص؟ دي ورقتك الاخيرة علشان ما يطلقكيش روحتي ولبستي في صنصهرة وجهزت نفسك ومكياج كنت فكرة انا نفسك عتغري يعني شابتها ومشيت طبعا فيه مش عارفة تعمل ايه الدكتور بيتكلم مع باسر ليه عملت في نفسك كده ليه انتحرت ليه بتحس نفسك مختلف عن باقية الناس اصلا قال له انا فعلا مختلف نسات موت ولدت وانا مختلف والناس كلها بتتعامل معي على اساس اني مش بني ادم زيهم قال له طب وفيه قال له فيه حبيبتي عيشي كل حياتي قال له طب لما هي كل حياتك ليه عايز تطلقها فيه كانت قادمش على بعضها عايزة تعرفه ما بيقوله ايه راح تعرف طول عشان تفتح الباب على باسر وتشوف بيقوله ايه لكن سمعت كلام بين باسر والدكتور باسر بيقول فهي اللي كانت كلها حيوية عينيها دبلانين قدامي صوتها الحيوي ده ما بقيتش اسمعه دايما بحس فيها ان هي مش مبسوطة من ساعة ما تجوزنا وهي مش سعيدة هي لسه بتفكر في جواد وبتحبه هي مش بتحبني وقعدتها معي وعيشتها معي ظلمها عشان كده انا كنت عايزة اطلقها علشان خاطر ما تعيش معي غصبة عنها ايه بتحب بطلها جواد مش انا خالص حاسة قد ايه فيي لما بتسمع الكلام دا ان هي حقيرة وان هي قد ايه استغلت باسر وحبه لها علشان خاطر توصل لغرضها وقدي ايه باسر انسان كوائست جدا كدا. راحت وفضلت وتبكي وتعيط pilots قريت لها اللي بيحصل قريت قول له هو ليه للدردات دي كويس ليه باسل كويس بالشكل ده انا مش عارفة اعمل ايه حاولت نادة تهديها فيهمت منها طبعا وقارت لها ان باسل مش عايز يعني يكون معاها ولا يتجوزها علشان خاطر بس هي مش سعيدة معاها تابر بيكلم رفيفو عايز يتقابل معاها قالت له انا مضايقة جدا من الكلام ستك وكمان عندي جامعة قال لها معلش بس تعالي يعني شوية كافية قالت له تمام جاية لك وهي ماشية نادت عليها بيان قالت له لو سمحت يا انسة انا بس ممكن اسألك على حاجة انا بس عا كنت عايز اعرف العنوان بتاع دكتور جواد اصلي رحت اخر مرة ومحافظتش المكان لو تقدر تقول لي عنوان انا عايز اشوف تامر ابني والله وحشني جدا قالت لها يعني مش حينفع اقولك قالت لها عشان خاطري والله ده ابني انا بحبه قالت لها طيب هو اصلا مش موجود هناك قالتها في الجامعة اروح له قالت لها لا لا هو مش في الجامعة كمان بصي هو قاعد في مكان وانا عارفه في كافية يعني انا ممكن اخذك لي قالت لها بجد ربنا يخليكي خدينا عشان عايز اشوفه لم ايا شفتهم وهم الاثنين بيركابوا التاكسي مع بعض فهي بتبكي وبتقول لي نادة انا مش عارفة اعمل ايه وليل اي حاجة تمنعني معنى الحرب دي تبعدني شوية عنا عليها انا حطها في دماغي وعايز انتقم منهم قالت لها نادة انا كنت ممكن اساعدك لو ما ازناش باسل باسل مانوش اي زنب في حاجة انت عارفة ان هو مسكين وانسان كويس القلم والغضب والكره اللي جواكي هو مالوش زنب فيه قالت لها يعني اعمل ايه دلوقتي قالت لها بس البريء بصي قدامك حلم الاثنين يا اما تسيب الموضوع ده وتنهي الموضوع الانتقام واللعبة دي خالص تعيش حياتك عادي جدا طبيعي يا اما انك انت تنسي كل حاجة وتبيع ضميرك وتنسي باسل وترجاعي تاني تكملي لعبتك دي وانتقامك فهي مش عارفة تعمل ايه بيحاول بعد كده بعد اللي حصل بالمالك وورد نهي بعت لها رسالة وبيقول لها انا حشوف جناح المراضي وانا اسف جدا على اللي حصل اخر مرة مردتش عليه جات لم يا مبارق قررت له تعالى شوف تعالى شوف بيان اللي كانت مع بنت المزارة واخدين بعضه ومعرفش رحين فين قررت له انا حيروحه فين اكيد رايحة عشان تنسي صالح ابنها الدلوع ده قررت له انت لحد امتى حتسيب كده مراتك كده يعني تعمل ليه عايزة مش كفاية ابنك قررت له انا عايزاني اعمل ايه بالضبط قررت له انت المفروض تاخد بيالك من البنات دول ممكن يدمرونا اصلا ممكن يوصلك للإفلاس ثبت ومشيت بعد كده رفيف وبيان راحوا على الكافية تابرة اول ما شاف امه مشي رفيف قررت له استنى امك عايزة تتكلم معاك لكن قال لها انت اللي خلاك تجيبها وتيجي هو ده اتفاقنا انا قلت لك كذا مرة انا ازاي خرقت من البيت وهي عملت في ايه انا مش يسمحك ابدا وبيسيبها بيمشي بناء بعد كده مالك بيتصل بوارد كتير جدا ردت عليه قال لها ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بين رفيف وبين بيان زوجتي ايه اللي بيحصل قالت له انت بتكلمني عشان خاطر الموضوع ده انت عايز ايه مني بالزبط قال الكفاية بقى كده وبعيده عنينا قالت له مالكش دعو باختي قال لها والله ما تبيش بس تعميل الحركتين دول عشان يعني انت اصلا غيرانة جدا منها قالت له اغير منها اضربها اولح فيها مالكش دعو هي اختي مش اختك مالكش دعو بعد كده الدكتور خلص مع باسل وطلع عشان يتكلم معه عاليا بيقول لها ان باسل حالة خاصة ومحتاج طبعا متابعته دلوقت هو عنده هوس بفاي بيحبها جدا بشكل هستيري سواء اتجوزها او طلقها في نفس الوقت برضو عنده برضو نفس الوضع انه عنده يعني هستيريا بيها تعلق بيها جدا وبعد كده بتقول لها انا كنت فرحتي جدا عشان شوفت يعني دكتور زيك قالوا والله انا مش هكمل في الموضوع ده انت تعليق بيها جدا وبعد كده بتقول لها كنت فر اتصلت بيها على طول وانا جيت عشان بس خاطر اساعد صديقة صديقي لكن بعد كده انا حشوف لك واحد اعرفه يعني عشان مش هيكون موضوع اخلاقي لو انا تبعت اخوكي وفي نفس الوقت اكون صديقك يعني او انا حتى اعرف حد من اصدقائي واعلكهم الموضوع مش صحيح قالت له ايوة بس خلاص يعني موضوع طلع حيتم وكمان مش هيكون في شراكة بين باسل وبين جوات قال ايوة بس هيكون في صداقة بيني وبينك وطبعا اتطلق زي ما قلت لك مش هينكز اخوكي اصلا قالت له يعني ايه رده قال عشقه مش عشق سليم صدقيني عنده عقدة قوية جدا بقيت هاجس في حياته فيه يعني بقى مريض بيها بقيت طاقة الحياة عنده عامة تل انا حرشح لك طبيب كويس عشان يبدأ يعالجه وياريت انه رده نتكلم مع بعض على العشان نخرج مع بعض في مكان قالت له تمام شاكل كده حيحصل بينهم حاجة وحنشوف حينما علي قعدة مع باسل وبتقول لكل حاجة هتنتهي وحنبدأ حياتنا من جديد خلاص هتطلق فيه وخلاص بكرة نحكمه وحنخلص من الموضوع ده ونعمل صفرة طويلة وانا وانت نتفسح فيها انا وانت وبس بعد جدا بنشوف ان الصديق جواد بيتكلم معاه وبيقول له ايه اللي حيحصل بعد ما تتطلق فيه قال له كنت بس هروح واسألها ليه عملت كده فينا ليه يعني اتجوزت من باسل انا بس عايز اخد منها الجواب ده مش اكتر لانها عايشتني فعلا لحظات صعبة جدا وليه بعد كده بتحاول رفيف تتصل بتامر لكنه مش بيرد عليها بتدايق منها طبعا بسبب موضوع ان هي جابت له امه على الكافيين ورد بتقول ليه رفيف برضو ما عبركيش طبعا اكيد بس انت شكلك متضايقة يلا قوليلي في حاجة حصلت بينكو قالت لها يعني غريبة ايه هتوسيني مثلا ولا هترفعي معنوياتي قالت لا لا طبعا انا مش هعمل كده لان انت اصلا طالما انت مع الولد نسوان جدا فانا مش هتكلم كتير وكلامي اكيد مش هيعجبك قالت لها تكريمي بادب شوية قالت لها انت خليكي على عقلية دي نصيحة اخت كبيرة خليها حال افودنك زي ما سبني علشانك هيسيبك علشان واحدة تانية واللي بيخون مرة بيخون اكتر من مرة قالت لها هو ما سكيش علشاني انت اصلا كنت منفصلين وتمر بيحبيني وما يعرفش اصلا حد علي جواد بيتكلم علشان بيعرف ان المحكمة بتاعت طلاق باسل وفي بكرة وبيجي بعد كده تامر وبيكون سكران وبعد كده بيفضل يعني يقول كلام كده هو مصطول وبيقول ان هو كان النهاردة شارب في صحة يعني رفيف وامه اصلا رفيف جابت له امه على الكافي وبيقول ان هي جابتها وانهم يعني اصحاب وانا مش عارف اعمل ايه اصلا مش عايز ارد على رفيفهم الدائم منها جدا انا مش فاهم البنات دي بتفكر ازاي انا مبيتش اصلا فاهمهم على فكرة كمان فيه بتحبك جدا متعرفش قد ايه كانت بتدور عليك في الشارع كان نفسها توصلك وكانت خايفة جدا تكون موت او حصلك حاجة سداني البيت دي بتحبك فعلا بس امعرفش ليه عملت كده تصدق انا بفعلا مش قادر افهم البنات خالص قال له طيب طيب تعال بس عشان تنام عشان شكلك اصلا مش فوايك فيه موجودة في القوضة بتاعتها اللي في القصر مش راضية تمشي منه رحيب قرقت لها اطلاعي برا واخدتها ورامتها على الارض جات عالية بصلت لها طبعا فيه كده وطبعا عالية كانت فوق وفيه على الارض وبعد جدا قرقت لها ليه كده يا رحيب بتستعجلي ليه ما هي كده كده كانت حتمشي لوحدها يلا يا شطرة روحي على الملحق وخلاص بكرة بس لحيطلقك فيه بتحس قد ايه ان هي خسرت كل حاجة فبتروح وبتفضل تبكي وبتفكر انها تعمل حاجة علشان تمنع الطلق ده اما بعد كده فتاني يوم الصبح ام طلال بتبص من الشباك وبتشوف فعلا ان عالية وباسر رايحين على المحكمة وبتقول شكلهم فعلا نوين على كده وطبعا مش عارفين يعملوا ايه وطلال بيقول انا مش فاهم ازاي تتطلق من غير ما تاخد نفع او تاخد اي حاجة ياريتها حتى جابت منه طفل او حاجة احنا مش عارفين ايه اللي حصل كنا قلنا ان هي خلاص بدأت تكون كويسة يعني وبدأت تتفكر وتتجاوز راجل غني فلو يتكلموا في الموضوع ده وارد كمان راحت وزودت الكلام على اختها وقارت لها ليه اصلا بتتوقعي على العقد ده انك انت يعني مش عايزة اي حاجة ومش هتاخد اي حاجة كنت تسيب الموضوع للقاضي انت ازاي اصلا تعمل فينا كده فلو يهزاوها طبعا وفلو قالت انها رايحة دلوقتي للمحكمة نادا قارت لها حاجة معاك قارت لها لا خليكي انا هروح لوحدي وبعد كده نادا قارت لها ان ده امتحانك ودي اخر فرصة لكي زي ما قلتلك يا اما انك تكوني واحدة تانية خالص ودوسي على قلبك وضميرك يا اما تستسلمي بعد كده عليها موجودة مع باسل ورايحين على المحكمة وكمان فيه راحت بالتاكسي جواد كان مستني بره او من شاف يطلعي جر وراها وقال لها استنينا انا عايزة تكلم معاكي قالت له عايز ايه دلوقتي يسيبني قال لها نهاردة هستناكي بالليل لازم هنتكلم ونقول كل حاجة قالت له تمام تمام بعد كده دخلوا على طول على المحكمة وندهوا على القضية بتاعتهم اصلا بس لما كنت تخيق يبص الفي لكن تعال نشوف فيها هتعمل ايه في المحكمة القاضي بيتكلم معاهم وبس البيقول انهم موافق عالطلاء خلاص فيه مرة واحدة قالت ان هي مش موافق عالطلاء افتكرت كلام اختها وان هي عايزة تستمر في الحرب دي وان هي لازم تنتقم لموت ابوها من عالية ومن لمية واثرت على كده كمان علشان كده لما ناضي سألها قالت انها مش عايزة تطلق من جوزها وان هي لسه بتحبه وراحت على طول وقعدت جنب باسل وقالت له ما اطلقنيش انا بحبك فعلا اتوسل اليك ما اتفردش فيها انا كمان مش حادر استغنى عنك امس ايدك انا بحبك وحسبتلك ده جواد خالص مش في دماغي طبعا باسل وافق على طول ورجع لها على طول بعد ما باكت في المحكمة وتوسلت اليه قدام القاطع جواد كان مستنيها بره علشان تخرج لكن خرجت ومعها باسل في ايديها اخدوا تاكسي ومشيوا طبعا خيبة قوية جدا من جواد بعد ما شافهم مع بعض عليا طبعا مصدومة مش عارفة تعمل ايه وجواد شافها هي خرجة متعصبة عليا راحت تنام واخدت المنوم جواد بيتصل بيها مش بترد جواد كان عايز يعرف ايه اللي حصل بالزبط بعد كده منلاقي ان في بتتكلم مع عباسل وبتقول له اني يلا بينا عشان خطر ننزل تحت عشان نتعشق بس انا هروح الاول على الملحق عشان اطمن البنات اشوفهم يعني لانهم اكيد طبعا لاننا علي ما يعرفوش انا عملتي النهاردة في المحكمة قال لها تمام بس لما تيجي مش حيز اسيبك ابدا قالت له تمام انا كمان مش هسيبك وهي خرج رايحة على الملحق لقيت جواد مستنيها قالت له بتعمل ايه هنا قال لها تعالي انا عايز اتكلم معك البنات ساعتها كانوا قاعدين بيحضروا العشاء وفجأة سمعوا سريخ كان جواد بيخطف فيه اخذها غصب عنها شالها من قدام البيت وراح بيها على طول في العربية بتاعته وطبعا البنات كانوا موجودين في الشباك وشايفين اختهم وهي بتتخطف وكانوا وصدمين وفضلوا زعاقوا ويقولوا ان فيه اتخطفت جواد اخذ فيه وحبسها في مكان قالت له افتح الباب قال لها مش هفتح الباب غلي ما تقولي لي كل حاجة اشرحي لي كل حاجة وليك جوزتي باسل قالت له يعني انت بتتقاوى علي ويه جابني هنا علشان خطر ايه افتح للباب دلوقتي جوزي بيستنيني على العشاء قال لها مش هفتح غلي ما تقولي خلينا عادين بقى للصبح طبعا طلال والبنات عادين بيتكلموا ازاي يعني الراجل يجي ياخد فتاة متجوزة على ظهر ويمشي وطبعا الكل بيتكلم وكالعادة ام طلال بتتكلم كده كام كلمة على البنات طلال مش عارف يعمل ايه وطبعا مش عارفين اسهل بنت راحت فين طلال انا كنت عارف ان هو دكتور عائل ما كنتش عارف ان هو بالشكل ده بعد كده باسل كان قاعد مستني فيا اتأخرت قال لي رحاب روح يشوفيها فين هاتيها رحاب رحت على طول على البيت وقالت لهم فين فيا جوزة مستنيها على العشاء طبعا يا بنات مش عارفين يعملوا ايه ولا كمان طلال فاتروا يجدبوا واما طلال قالت بتستحمى كانت بتجاهز العشاء معا اخوتها والاكل اندلق عليها وراحت تستحمى عادي يعني روحي واحنا حانبعتها بعد كده بتجي وردي من برا وبتلاقي ارحاب وبتتكلم معاها وبتقول لها ايه بتعمل ايه عندنا سيبتي السيدة عالية في يوم زيدة حتى محتاجاك يعني بعد القهر اللي حصل قلت لها انت اصلا عاديم انت تربية بعد كده قالوا لها خلاص روحي قلنا لك حنبعت فيه يا في الحمات فراحت رحاب طبعا لبقالت بقوله طب هنعمل ايه دلوقتي ما هي فيه مش هتفضل في الحمام على طول طبال بقول هي مش هتفضل في الحمام على طول احنا لازم نتصرف على فكرة وردي قالت ايه ده هي مش في الحمام اصلا طبعا بعد الرحاب ما مشي قلت لها لا جواد خطفها ومشي وردي قالت ازاي تسكوتو ازاي اصلا تكونوا قاعدين كده ما تقولش لجزحة ان هي تخطفت افرد يعني فكر ان هي هربت مع الجواد ولا حاجة انتو زاي قاعدين سكتين فيه قالت له انت عايز ايه بالظبط انا قلت لك ان انا دفنتك في اليوم اللي قتلت فيه ابويا من ساعة ابويا ما مات وانا خلاص اللي بنا انتهى قال لها جوادك ده مش حقيقي انت هتقولي ليه دلوقتي بقيت زوجة باسل وانا متأكد انك اصلا ما بتيجي زوجته ان الزوجة على ورق انت ليس بتحبيني وانا فاهم كل الكلام ده وقاعدتك جنب الراجل باسل ده مش دخلة علي انا عايز افهم دلوقتي ليه اتجوزتي من باسل ومش حاسيبك ابدا بعد كده طبعا ورد قتلوم انتو ما بتفهموش ازاي تعملوا حاجة زي كده لازم جوزها يعرف ورد راحت على طول على الاصر وشافت باسل علشان خاطر يا مش هتيجي علشان جواد سرقها وخطفها ومشي بيها وكنا مخابين عنك باسل انهار طبعا اول ما عارف ده ورد فضلت يعني تسخن فيه وتقول له يا طرع عمل فيها ايه اكيد طبعا مش هيسبها فطبعا بس اتكرمه انهار وجابورة دهو على طول حوليها الدوم اما بعد كده فمنشوف ان عليها بيوصلها خبر هي كمان وطبعا راحب بتقول لها انا موضوع الخطف فقالت انا مش بيصدقها راحب قالت اكيد طبعا هي متفقة مع الدكتور جواد على كده لكن علي قالت يا اشتنقه لكن هي حاولت بكل الطرق انها ترجع لباسل فمش هيكون من الزكاء انها تهرب مع جواد في نفس اليوم اللي راجعت في البيت ما اعتقدش ابدا لكن جواد جواد ده ما توقعتش ابدا انه هو يعمل حاجة زي كده باسل منهار البنات قاعدين جنبه ورد بتقولي احنا لازم نبلغ الشرطة وطبعا هو بيبكي وانا عايز زيكتي انا عايز زيكتي دلوقتي علي بتحول تهديه بتديله الدواء مش طيقة وجود البنات في البيت اصلا بتيجي طبعا بعد كده لمية وبتسمع من ورد موضوع ان جواد خطف فيه بتنهاره بتقول فين ابني ورد قالت لها استعباطي استعباطي ده تلاقيكم انتوا اصلا اللي متفقين مع بعض او خطف البنت بنت بتجوزة يخطفها ليه احنا هنوديكم في دهية ولازم كمان نقول لمركز الشرطة وهددتهم ورد بينما كانت فيه قعدة مستنية يعني ان الجواد يفتح الباب قال لها مش هفتح الباب غير ما تتكلمي فقرت له خلاص انا هقولك الحقيقة كلها قرت له طبعا وجود صدمه قال لها انا مش بيصدق الكلام انت قلتيه انا مش بيصدق فيها لان بعد كده منلاقي ان مالك بيروح طبعا ورد بتفتح له الباب وبتقول له ان اخوك خطف فيه وبعد كده طبعا كل بيكون مجتمع هناك في القصر ورحاب جاية تقول لعليا ان الشرطة جات علي قالت ليه طلبت الشرطة قالت مش احنا دي برضي لطلبت الشرطة طلعا يجري بس لعشان يتكلم مع الشرطة عشان يدوروا على فين بينما فيه كانت بتشرح وبتقولك انا قلتلك الحقيقة تعرفنا من البداية كنت عايزة بس اخد حاجة بتاعت علي يا كرم من وانا صغيرة كنت باحنا مكون علي يا كرم وده اللي حصل يعني لما شفتك معاها وانك يعني بتحبوا بعضو على علاقة حبيت اخدك منها وبعد كده لما سبتوا بعض سبتك عمت تحج تموت بابا وسبتك يعني فعلا انا كنت عايزة اخد اي حاجة بتاعتها انا بحلم اصلا اكون عالية قال لها انا مش بصدقك انا تلفتحني الباب بقى قال انت فكراني غبي هصدق كل الكلام الاهبة اللي قلتي انا مش بصدق ابدا الكلام ده انا متاكد انك لسه بتحبيني بعد كده انا لم يعمل بتقول يا حضرة الزابط ابني واحد محترم ما يعملش اصلا حاجة زي دي ده الدكتور محترم يعني وطبعا وردي بتقول اكيد طبعا انت بتفقى معاه وليه كمان تامر ما يكونش معاكم ما اكيد تامر ده برضو هو عمو اكيد منتفقين مع بعض احنا هنوديكم في دهية ومش هنسكت ابدا وردي كانت بتزعق في القصر ويه بتقول ان هي مش هتسكت لهم وهديدتهم كتير جواد بيقول لها اللعبة دي لعبة سخيفة اتكلمي قولي الحقيقه قالت لان قلت الحقيقه ده اللي انا بقولهولك هي الحقيقه صدقني خلاص انا اتخذت قرار من دلوقتي انا فتاة الملحق هاخد الراجل اللي معاه عالية عادي جدا يعني لكن انا اصلا بحب بس المنو احنا صغيرين عالشا كده اتجوزنا انا كنت بها لعبة بك طبعا بتقولي الكلام ده من وراء قلبها لكنها بتبصيله بكل عين قوية ولا كأنها بتجذب انا تقوليها مش بتحبه اصلا فدح القلبها بقولها اخرجي اخرجي دلوقتي حالا بس انا مش هصدق اكاذيبك الرخيصة دي لكنك نجحتي بصيتي في عيني وانتي بتحكي وكمان الكلام يبان حقيقي جدا لكن انا مش بصدق موضوع حكاية تعالية اخرجي برا مش عايز اعرفك طردها وقفد الباب طبعا انهار طفل اللي تبكي وتقول يعني كنت هقولك ايه وبعد كده راح طرطول على الاصر وطبعا جواد كان مش مصدق الكلام ده لكن فكر في كلام علي لما قلت له البنت دي هدفها ان هي تاخد اي حاجة ملكي هي قالت وانه هي صغيرة ان هي عايزة تكون عليها كرم يعني تاخد اي حاجة انا بملكها ليه بيتبيك شوية ولما تسيبتين يسابتك عادي يعني فصدق ان الكلام ده ممكن فعلا يكون مصبوط علي بتقول لازم تاخد بعين الاعتبار ان الدكتور ده دكتور محترم واحنا نعرفه من زمان ومش ممكن ابدا يأذينا الكل قاعد بيتكلم وقال الان وارد فضلت تزعق فيهم وتهدتهم كلهم وكمان باسل بيقول اللي هاي ازي مراتي انا مش هسكتله ابدا بعد كده بترجع فيه على البيت وباسل بيتطمن عليها وبيفرح جدا برجوعها وبعد كده فيه بتطرد لمية بتقول له متفضلوا يلا من هنا ساعت علي قالت لها ما تترضيش حد ضيفي قالت لها لازم يمشو اي عيلة من عيلة المجرم ده لازم يمشو ترجمة نانسي قنقر